الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداتا مهتدين غير ظالين ولا مظلين من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان وهو العذر السابع عذر الاضطرار للفطر قد ذكرنا من قبل عددا من الأعذار المرض والسفر الحمل والإرضاء الحيض والنفاس السابع هو الاضطرار للفطر ومثال الاضطرار للفطر المجاهد في سبيل الله فإنه قد يضطر للفطر لأجل التقوي على قتال العدو الذي يهاجم بلد الإسلام ولا شك أن الفطر إذا كان أقوى له على الجهاد فإنه يجب عليه الفطر ليدفع العدو عن بيضة الإسلام وبثل المجاهد في سبيل الله الذي يضطر للفطر لأجل دفع النار مثلا وربما سأل بعض أفراد مثلا قوات الدفاع المدني الذين يقومون بإطفاء الحرائق نقول إن هؤلاء الشأن في إطفاء الحرائق ومن يقوم عليها أنهم ينقسمون إلى قسمه القسم الأول من يواجه النار ويقوم بإطفاء النار فلا شك أن هذا يصيبه ويصلاه حر النار ولا يستطيع أن يواجهها إلا إذا أفطر وربما احتاج عطشا عطشا شديدا يحتاج معه إلى شرب الماء وإطفاء الحريق وهناك مثلا من يقود سيارة الإطفاء مثلا أو يزود هذا الشخص مثلا بالماء أو يزوده بالاتصالات أو بغير ذلك فالظاهر والله تعلم أن هذا لا يجوز له الفطر لأنه بعيد عن مواجهة النار أو لا يواجهها مباشرة لذلك نقول هنا تفصيل كذلك من الأشخاص الذين قد يضطرون الفطر مثلا من اضطر إلى إنقاذ غريق فالإنسان الذي ينطلق لإنقاذ غريق قد يفطر لماذا؟ لأجل أنه ينقذ هذا الغريق فيدخل الماء إلى جوفه أو إلى حلقه إما بقصد منه وإما بغير قصد منه وإما أنه يحتاج إلى طعام ليتقوى به على هذا الإنقاذ فالظاهر والله تعالى لم أن هذا يجوز له الفطر لأجل هذه الأحوال إذن لاحظوا أن هذه أعذار ضرورية وهي مقاصد مهمة للشريعة فيها حفظ للنفس والإنسان الذي أفطر لأجل هذه الأعذار فإنه يقضي عدة من أيام أخرى ولا ينبغي للمسلم ولا للمسلمة أن يتوسعوا في هذا الأمر فبعض الناس يتساهل ويقول أنا عندي ضرورة ما هي الضرورة؟ قال أنا عندي مثلا عمل مهم أو عندي اختبارات أو أرغب المذاكرة أو غير ذلك هذه ليست ضرورة هذه ليست ضرورة وإنما الضرورة مثلا مثل القتال أو حر النار أو إنقاذ الغريق هذه هي الضرورات أما الشاب مثلا أو الشاب الذين يذاكرون لأجل امتحاناتهم فإن عليهم أن يجتهدوا في الصيام وليعلموا أن أهم بوابة للنجاح والتوفيق في شأن دينهم ودنياهم أن يقوموا بما أمر الله سبحانه وتعالى به أتم قيام لا شك أن الشابة والشابة والمسلمة والمسلمة الذين يقومون بشأن الصيام يوفقهم الله سبحانه وتعالى في أعمالهم وفي وظائفهم وفي تجارتهم وفي دراستهم وفي غير ذلك ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في أمر الصيام بأي دعوة لأن شأن الصيام رمضان شأن عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يوفق للصيام والقيام في شهر رمضان الفضيل وأن يتقبله منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر